دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده برو على نفسه تيكي ايزي يا هايست أهلاً أهلاً باشي اتفضل قيام صباحاً خير يا وناد صباحاً مور يا ستاف كنوز أعرفكم بزمينكم الجديد رمزي باشي لازم تحبوه وتحترموه وتسمعو كلامه اعتبروه أخوكم أخوكم ده ايه؟ اعتبروه اللاز إلا مؤفزة انت أحسن من أي ناصر ولا أموعدوار فاطرات أول تفتي لا 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 هاو سيه في مكتب ايه با؟ في مكتب انت وشوقك ان شاء الله تعد في مكتب الناصر اتفضل حاجة كده عدا مقوسم بالهنة والشيفة شكراً هل تأمرش بحاجة تانية؟ كتشوب لايه؟ وحنا وصلنا معك في حاجة؟ لايه؟ 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 ده واجب علينا برده؟ انت فصل تاني؟ انا يفصلك ده تبني وزير ده تبني هتفصلني هل تتحضنsc هزأ؟ هل تزال System؟ هل تقلقني؟ هل تزالوم من يتحضني؟ هل تتحضن أتناموني؟ هل تتحضن أمي المزيدة هزار؟ وأ останتنام أنا أعذي يا الحمد ايه دي شايل عجلتك انا يا سنس رمضان ايوه يا اخوية لقيتها شايلاني طول العمر قلت اشيلهاني يوم بالغضاء واللي فيك دهيا اجرى على الصفتاء والعجلاتي قلوه سنس رمضان بيقولك عايزها تيوتكي قبل الحس السلسة ما تخلص والله انا مرة اتباح وتجيبلك دي اموت سيليكل اله اموت سيليكل ينفروماك انت وليه قليفيتك قور قور انا مأسك نبي يا رب تعطرني في الوادي اللي قلبني في التيرة على زرعة باصل دي يا رب نادرين علي يا رب لكون دابح ارنم في الراو على البلد كله بس تعطرني في ايه اكثر من جاوي اعقام اللاها الله الله اللاها الله بهوة حقا تنبي هوة ارمز يا اخوي ارقص من الودة هي عوضاء يومدي اصبرلك جدير جاي من مصر يا ساعة ومدار من مسألك من عطرد ومش من الروحة يوه يا اخوي يرقص يودلق عايزك تفرح اللام اللي جاية سودع دي سوودئ ايوا هاتهت يا اخوي هاتهت لياني هخليك ألفت انزل وطلع انزل وطلع يا اخوي فرحني انبسط انبسط ايه يا خالي في ودناك دي؟ لبس حالة يا والي؟ للآيبود الآيبود اه والآيبود ده هو هو اللي بيرقسك كده؟ لا انا باسمع مزيكة بتيسمع مزيك؟ لا اسمع يا أخوي بصي بقى اني هسمعك الآيبود بتاعي اللي هي رقسك على واحدة ونص اه باسمع كده؟ اه رأيك فتحي باشا يا سادزة مدير مكتب معالي الوزير كيبه نفسه عشان يطمن على رمز باشا واحنا كلنا خدامينه يحب يلعبها رمز باشا رمز باشا باللاعب سكواش عندكم اللاعب سكواش؟ اه ينوجد الكسو نجيبه هو احنا مش كان عندنا كسواش رمز باشا لو جاله برض انت مسؤول قدامي يا فندم احنا نعيانه ايه ومعالي الوزير انا في المدرسة مش عاوز رمز باشا يشتكي من اياتها حاجة تتنقله انضف تخط للفصل ويتلزق كله بورق الحاقط وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع البوار يبعت يوميا داستة جدوه لرمز باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكرة ايه ايه الزلزال ايه ايه يا علا بتنجي وليه كده استاذ رمضاء بيدرب الودي الجديد انهي والا يان هاريسود استاذ رمضاء استاذ رمضاء استاذ رمضاء اتطيروا زمنه لقاعت بما لم يستطيعه الاوائلو اعرمي يا الفت اعرمي يا الفت اللي بتمشي حتى رعب العربية وتخبط في الناس اعرمي يا أولا اعرمي يا عزمي انتم تعمله دا عازم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمة لا يتعلمك اعنق انت علي يا يا جزم يا ابن الغزم يخطي 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 ايه اللي بتنينو دي يا رمضاء فك الوالا امسقيلك فك الوالا لا يا اخويا مش افك الوالا الولا ده هيتمد على رجليه ده قلبني في التزعي انت مش اعمل الولا ده من يكون ابن مين يعني؟ ابن وزر التربية والتعليم ايه ما بينوزين الترمية وإنتح لإيه يا أخوي أنت مسكت في الكلمة قوي خليه ابن وزير الراي لا لأن في الحقيقي إيه ديه ابن وزير الترمية وإنتح ليه الكلام دي صح يا حضرت الوكيل ايما لها برديت كده ليه ولا نبقي مني جعان يا إيه كان مستخبلنا فين دا كله يا ربي حيرفدوك يا حبيبي هيقطعوا عاشك يا ريتي هتيجى عن رفضي وبس يا أمي دولنا وين يحولوها جنايك يا ربي حيصجنوه يا أخدي داني ماليش في الدنيا غيره يا ربي أمن عليك يا رمضان أول ما توصل مصر تروح السيدة نافيسة تقرأ لها الفتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيها مدد يا ستيني وأمن عليك يا رمضان لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي إزازة ريحي من جار المقام مدد يا سيدني وأمن عليك يا رمضان تجيب لي حتة قماشة ستة متر بيتي هعملهم جلبية أمي عايزة قماشة بيتي يا أمي دي مهزلة المدرسة دي لازم تتقفل استردق كلكم لازم تتحكموا ما عليه باني عليه مزاج وحشي النهاردة الوزارة بقى بيبقى أخلاقهم ديئة وأنا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجة ونبقى ما هيجرى حاجة ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسة الأطفال عمرهم عدد 16 سنة الوزارة دي سمع يا وزارة التربية والتعليم يا فاندي يعني التربية تيجي قبل التعليم ده سن خطر جدا يا معالي الوزير محدش عارف هم بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه رمضان مبقوق أبو العالمين حمودة خليه ادخل يا أعدل الناسي يا أعدل الناسي إلا في مخاصمة فيك الخصام وأنت الخصم والحكب أنت الخصم والحكب نعم وعشوية أخلص معت يا معالي ماشي أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادة ولو في حاجة تاني غير الأيادة مستعدة بصي إلهي ما هو عروح إلهي هتشل وقع قدام ساعدتك بسلول عن مكتب دهوت إلهي دهسني أطر وينفرق كل حتة فيها في حتة إلهي دب فيها ده النتاني والناس مطيق ريحتي إني ما كنت تعرف إني معاليه يبقى ابني معاليك إنت ليه دربت ابني لأ مشاني مشاني هي دهي هي دهي إلهي تنشلي كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعاليه ومين بقى اللي قالك إن أنا زعلان منك بالعكس ده أنا سعيد وفخور بيك جدا وبالمناسبة ده يثبتلي إن التعليم في القرياف أفضل مئة مرة من مدارس اللي أنتم تفتحوها فخور بيه يعني معاليك مش زعلان مني إن أنا ضربت معاليك بالعكس إنتهي إنتهي